موسيقى أهلا وسهلا فيكم مشاهديا الكرام ببرنامج أمة 2013 لمتابعة مجرية الساحة الانتخابية والسياسية فيك اليوم يكون فيه تحديات جديدة وأخبار جديدة ووضع عام سياسي جديد على الساحة الانتخابية وحديث مرة المال السياسي مرة حديث الطائفي مرة التحديات المستقبلية مرة التنمية الوهمية كثير من الأمور تطرع على الساحة الانتخابية اليوم راح يكون معانا نائب المجلس المبطل ومرشح الدائرة الخامسة الحالي الأستاذ عبدالله التميمي أهلا وسهلا فيك حياك الله أخي محمد أحييك وحيي برنامج الراي والمشاهدين عبر هذه القناة الفاضلة وعبر برنامج أمة 2013 وإن شاء الله نقدم ما يحظى على ذوق المشاهدين طول بعمرك بالبداية يعني مثل ما ذكرت المقدمة كثير من التحديات تطرع على الساحة الانتخابية بشكل عام ولكن في الآوينة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة وايد قاعد نسمع حديث عن المال السياسي والشكوى قاعد تكون أيضا من المرشحين هل صحيح هل تعتقد بأن تفشي المال السياسي بات موجودا بشكل كبير حاليا في هذه الانتخابات للأسف الشديد طبعا هذا الشيء موجود سواء في الدائرة الخامسة أو في الدوائر الأخرى ولكن تأتي هذا المال السياسي يأتي بأشكال أخرى بأن والله مفاتيح انتخابية أو الأخوات كذلك مفاتيح انتخابية وتعالوا اشتغلوا معانا وسكرتاريا ومعرف إيش بهذه الأمور وضخ هذه الأموال بشكل يعني الأسف الشديد لكي طبعا تفسد العملية الانتخابية أو تعطي صورة مشوهة للعملية الانتخابية وأيضا إيصال ناس منهم ليس لأهل أهل الثقة وأهل أن يكونوا موجودين تحت قبة عبدالله السالم طبعا هذه أيضا بالنسبة لمن يتعامل بهذا الشيء أو من يدفع المال السياسي أو يدفع الرشاوة للأسف الشديد وإحنا في شهر فضيل هذه ترى أيضا لها مبررات لأن هؤلاء الناس أصلا غير مقبولين ولا يستطيعون أن يستقطبون القواعد الانتخابية أو يستقطبون الناس فلذلك يلجأون للأسف الشديد إلى المال السياسي يلجأون إلى مال شبهة ومال سحت ومال حرام في هذا الشهر الفضيل ولذلك هذه طبعا لضعفهم ولعدم استطاعتهم أن يوصلون رسالتهم الانتخابية بالطرق السليمة فيلجأون إلى هذه الوسيلة للأسف الشديد طبعا أيضا لنا عتب وعلى إذا وزارة الداخلية إلى حد الآن نعم رح نتكمع إجراءة الحكومة ولكن السؤال اللي أسألك يا ذكرت منه في حالات يعني تكون شراء غير مباشر فيما يخص المفاتيح الانتخابية وهم بعض المرات نسمع في الميديا والإعلام جنات وترضيات ومعرف إيش كثير من الأمور ولكن السؤال اللي أسألك يا هذه العمليات تكون منظمة ولا من أصحاب رؤوس أموال يضخونها بطريقة غير سليمة هل موضوع المال السياسي وتوجده في الانتخابات حاليا هو منظم؟ هو أمانة يعني من يقوم في هذه العملية ناس أصبح لديهم الخبرة للأسف الشديد خبرة في إفساد الأجواء الانتخابية خبرة في إفساد الجو العام خبرة في إفساد أيضا أخلاقيات الناس يعني طبعا ولله الحمد نحن طبعا نعول سواء على أخوان والأخوات في الدائرة الخامسة أنهم إن شاء الله حشومين من هذا الشيء ولكن أيضا يؤثرون على القلة لربما الظروف المعيشية لربما بعض الأحيان تجبرهم ولكن أنا أقول لمن يدفع المال السياسي إذا كان يريد أن يدفع هذا المال وين قبل موسم الانتخابات أو أين هو بعد موسم الانتخابات ما معنا في هذا الشهر في هذه الفترة في هذه الأسابيع فقط عندما يرشح نفسه يقدم نفسه كمرشح في الدائرة يبدأ في المال السياسي من يريد أن يفعل خير عنده طول السنة أن يسعى في الخير أمانة وأيضا موضوع أو مبرر أنه والله إحنا قاعدين ندفع حق سكرتاريا وحق كادر وحق مفاتيح انتخابية أيضا هذا غير طيب يعني فيما يخص نقطة مهمة أثرتها فيما يخص الظروف المعيشية والبعض اللي يشكل من بعض المشاكل الفردية ويستغل الوضع الانتخابي لإدخال بعض الموارد الإضافية إذا كانت لسد حاجة أو ما شابه هذا مبرر مقبول مباح بالتعامل معه أنا بس إكس سؤال بشكل مباشر إلى عبدالله تميمي يالك شخص وقال لك أنا عندي ضيقة مادية وعرفنا المقابل اللي بتعطيه فيه مقابل صوت هل التصرف سليم؟ شوف أبو جاسم أولا طبعا مد يد العون ومساعدة ويد مد الخير يجب أن لا تنحصر في موسم الانتخابات يعني يجب أن تكون هذه العملية سواء قبل الانتخابات بعد الانتخابات حتى لو كانت أثناء الانتخابات يجب أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى ويجب أن لا يبحث مقابل هذه المساعدة أن يكون للصوت أو يسلم جنسيته أو يحلف على القرآن كما للأسف الشديد أيضا القرآن الكريم أيضا وضع في هذه المعادلة للأسف الشديد هذا الكتاب المقدس ولذلك أنا طبعا يعني إذا كان والله مساعدة لله هذا ودون البحث لو ربما هناك ناس ما هم من أصحاب الدائرة ناس يمكن ما يصوتون ناس يمكن وافدين أو ناس من فئة إخواننا البدون أنا أعتقد إذا كان من هذا الباب هذا عمل خير وإحنا في شهر كريم لكن والله تعال اقسم واخذ هذا المبلغ أو اقسمي واخذي هذا المبلغ وصوتي وحطي جنسيتك وسجدي اسمك أو أنت والله معانا بالسكرتارية ونبيتش تاريخ 27 سبعة تكونين أنت من يذهب إلى صندوق الاقتراع والصوتين حق هذا المرشح اللي أعطى المال أنا أعتقد أن هذا مال سياسي مال سحت مال حرام شراء ذمه من الناس الزام الناس على أشياء غير مقتنعة فيه وأيضا مثل ما قلت لك في البداية هذه حجتهم للأسف الشديد حجتهم ضعيفة لأنهم ما يقدرون يسوقون لنفسهم انتخابيا فيسعون إلى المال لأنهم يرجدون الوسيلة في هذا الشيء لضعفهم وأنا أقول لإخواني وأخواتي أبناء الدائر الخامسة وأبناء الكويت بشكل عام من يدفع المال هذا دليل ضعفة فكيف هذا الضعيف إذا وصل إلى تحت قبة عبدالله السالم يريد أن يحقق أماني الوطن أيضا هذا شيء الشيء الثاني من دفع دينار هل تعتقد هذا الدينار ما يبي استثمره إلى آلاف ولا ملايين في المستقبل ما في أحد يدفع مال مني وطريج المسألة الثالثة المهمة من أين أتى إلى هذا المال إذا كان ماله وحلاله مئة بالمئة هذا دفعه لأن القاصد منه مناقصات القاصد منه صفقات القاصد منه السطوة على المال العام إذا كان حر ماله ما يدفع بهذه الطريقة طبعا وإذا كان مال مدفوع له منين يتلها الأموال هذه وكيف يتلها الأموال هذه وكيف سخر هذه المبالغ الضخمة تسمح لي بهذا السؤال لازم أسألك وباستفادة وأشرك على الاستفادة في الإجابة الناس تتساءل في شهر ديسمبر 2012 كان وايد في حديث فيما يخص المقاطعة ومشاركة وسلبيات الصوت الواحد وغيرها ما سمعنا أصوات تعلو فيما يخص شراء الصوت أو المال السياسي هل الوضع الحالي حتى معيكم نتكلمون لأن تشوفون أن الدوائر الانتخابية قاعدت تنجرف وراء المال السياسي طبعا في ديسمبر 2012 انتخابات الماضية أيضا كان فيه موجود المال السياسي ووجد المال السياسي وتم التعامل فيه للأسف الشديد ولكن مو بدرجة الموجودة الآن طبعا الآن بشكل أكبر للأسف الشديد ولذلك طبعا المال السياسي صار لفترة طويلة في الكويت يمارس للأسف الشديد في الانتخابات ولكن احنا أيضا نقول على رجال وزارة الداخلية وزارة الداخلية غيادات وزارة الداخلية إجراءات الحكومة الحكومة مسؤولة عن هذا الشيء أنا قلتها سبق في بعض القنوات قلت أنت لو يتم ضبط واحد أو يتم ضبط خلية من هذه الخلايا اللي تعمل بالمال السياسي أنا أعتقد الآخرين راح يرتدعون فلذلك تركهم بهذه الشكل ويعملون بشكل يعني للأسف الشديد بجميع المناطق وبالأخص في الدارة الخامسة عندنا هذا الشيء للأسف مستشري طيب كيف يعني السؤال ليطرح من المسؤولين في وزارة داخلية الشون أقدر يعني آخذ هذه الحالات في الجرم المشهود الشون أقدر أثبت هذه الحالة بأنها يعني شراء أصوات كما يتم ضبط تجار المخدرات وتجار الممنوعات أو المحرمات أنا أعتقد يستطيعون أن ينفذون هذه الخطة على من يعمل بالمال السياسي متى ما ضبطت أناس تغبض فلوس مثل ما تمت هناك دفع أموال المكان اللي يتم فيه دفع إذا كان فيه مبالغ ضخمة ما أعتقد أنه واحد يحط له مئة ألف ولا مئتين ألف ولا نص مليون ولا أربعمائة ألف ولا ثلاثمائة ألف يعني وإن كان الحكومة غير راغبة فيما يخص وإن كان فيه أحد يحط مبلغ مثل هذا في البيت يعني ما فيه بنوك يعني الإنسان اللي الله أعطاه عقل حتى الألف دينار يحطه في البنط يعني بشكل صريح ترى أن الحكومة محبة تتعامل بشكل جدي مع ملف شراء الأصوات والمال السياسي والله أنا طبعا إذا محبة ما أقدر أشخص إنها كانت حبة أو محبة بس عليها أن الآن الفرصة مؤاتية يجب ضبط سواء في الدائرة الخامسة أو في الدوائر الأخرى ضبط من هم يتعاملون بالمال السياسي لا نريد تشويه المشهد الديمقراطي لا نريد تشويه العرس الديمقراطي نريد أن نعطي صورة مشرقة للعملية الانتخابية أما إحنا الآن قطعنا شوط كبير بالنسبة للصوت الواحد الصوت الواحد إضافة للعملية الديمقراطية إضافة لآلية التصويت إثراء للعملية الديمقراطية فنريد أن نسيطر على هذا الجانب وهذا الجانب مهر راح نستكمل فيما يخص التحديات الانتخابية من المال السياسي تجاوزنا الآن ما يخص الخطابات وإذا كانت طائفية وما يمس الطوائف بعد الفاصل مشاهد كمان فاصل ومن ثم نواصل عودة معكم مشاهديا الكرام في هذا الحديث المطول مع مرشح الدائرة الخامسة عبدالله تميمي الرد مرة ثانية قبل أن تكلم عن التحديات اللي قاعد تصير والأمور والخطابات اللي قاعد يعني قدش تعكل صفو الجو الانتخابي فيما يخص الحديث الطائفي الإجراءات المطلوبة فيما يخص المال السياسي عالس نقفل هذا المحور شون الإجراءات المطلوبة قلت أن الداخلية تساهم في يعني دعم هذا الموضوع والآن إحنا بقلنا تقريبا يعني عشر تهيام يعني عشر تهيام بالضبط ما هو الدور المطلوب أيضا من الدور المجتمعي طبعا بالنسبة للدور فقط لا تنحصر المسؤولية على وزارة الداخلية بقدر ما أيضا تنحصر على الإعلام تنحصر على أيضا يعني المجتمع بشكل عام وعي المجتمع أيضا أيضا جمعيات النفع العام جمعية الشفافية من خلال أيضا وسائل التواصل الأكتروني يصار رسالة بأن يعني إفساد أو قطع الطريق على من يتعامل بالمال السياسي أنا أعتقد أن أمانة رغم أن المال السياسي يشوه المشهد السياسي ويشوه المشهد الديمقراطي في الكويت إلا أنا مؤمن تماما أن هذه يعني رغبات ما راح تتحقق راح يفعون المال ولكن تأكد تماما وهذه على فكرة تجربة صارت في ديسمبر 2012 من تعامل في المال السياسي بعضهم من سقط في الانتخابات أو بعضهم من جاب أرقام ضعيفة الآن طبعا يخذون الانتخابات ما تأهلهم للفوز في الانتخابات الحالية فلذلك طبعا ما راح يلقون نتيجة وأنا أعتقد إن شاء الله وأتمنى ذلك إحنا المنافسة الشريفة نرحب فيها المنافسة الشريفة بين جميع مكونات المجتمع الكويتي بين جميع مكونات أبناء الدائرة الخامسة بالعكس هذا شيء يسعدني ويفرحني لكن من يتعامل بالمال السياسي من ينافس بدون بشكل غير نزيه لا نتمنى إن شاء الله إلا الحظ السيء نعم يعني نعرج الآن على الموضوع الأهم خصوصا في الدائرة الخامسة بشكل صريح هناك بعض الأصوات التي خرجت لشق الصف الوطني لخرق الجسد الوطني الحديث عن يعني توجيه الناخبين إلى عدم التصويت إلى طائفة أخرى أو قبيلة أخرى وعندكم بالدائرة الخامسة اللي بسئلك هي هل هو مؤثر على الناخبين بشكل صريح هل له تأثير على الناخبين هذا الحديث الطائفي في هذه الفترة طبعا هذا من غرد أمس أو من بدأ يعني الأسف الشديد ينعق بأسلوب طائفي مقيت يرفض المجتمع الكويتي أنا أعتقد هذا قاعد يغرد خارج السرب هذا إنسان حرق نفسه قبل لا تبدأ أو تبدأ المعركة الانتخابية بتاريخ 27 سبعة أنا أعتقد أن هذا إنسان طبعا خاوي لا يحمل أي فكر إلا الفكر الطائفي المقيت اللي المجتمع الكويتي والله الحمد اللي حبان الله سبحانه وتعالى بنعمة اللحمة الوطنية وبأننا إحنا مجتمع واحد بجميع مكونات المجتمع الكويتي متحبين متأخين والبراهين تدل على ذلك ولله الحمد هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى بأيضا بحكمة القيادة في الكويت وبأيضا بحكمة عقلاء المجتمع الكويتي والشعب الكويتي جميع مكوناته جميع طوائفه متأخين متحبين هذا يريد أن يلفت الأنظار ما عنده أي نهج ما عنده أي طرح خاوي طيب بعض الأحيان بعض الأحيان نتكلم بصراحة بعض الأحيان هذا الخطاب يعني في السابق نفع البعض بتجيش الصفوف بالضبط يعني يكون فيه شقصف وتجيش مثلا وراء فلان هذه المجموعة وراء فلان هذه المجموعة ويكسب بالنها حاليا في الدائرة الخامسة هذا الخطاب بشكل صريح هل هو مقبول هل تلمسهم في الدائرة الخامسة بأنه يعني فيه فيه لامس مشاعرهم ولا نشغل غرث خارج السرب لكل قاعدة شواذ نتكلم بشكل عام طبعا لكل قاعدة شواذ هذا يستقطب الشواذ ولا يستقطب الناس العقلاء إحنا لما نعول نعول على العقلاء والحكماء والناس اللي تسند إليهم الأمور أمور المجتمع وأمور إدارة الأمور بحنكة وبعقلانية هذا ما يأثر على عامة الناس يؤثر على الشواذ وأنا أعتقد تأثير يعني بسيط بل بالعكس أنا أقول لك هذا حرق نفسه هذا إنسان خاوي لا يملك شيء لا عنده ما عنده رسالة وطنية عنده رسالة طائفية متأكد من اللي قاعد تقوله طبعا لأن أنا قاعد أتكلم قاعد أحاول أكون واقعي أكثر لأن بعض الأحيان كان هذا الخطاب ينفع في انتخابات سابقة بالضبط أنا ما يعرف يعني ما أقدر أفتد بالمستقبل ولكن في بعض الأحيان في المور الانتخابات السابقة بعض الأحيان الخطاب اللي شق الصف نوعا ما يخلي الأطراف كلها تتزمت وكل واحد يندفع بصوب طبعا الفضل لله سبحانه وتعالى والشعب الكويتي وحكماء هذا البلد بأنه فعلا وطيرة النفس الطائفي والفتنة الطائفية وأيضا الفضل أيضا يعود كذلك للمجلس المبطل السابق اللي الله الحمد يعني خفضنا وطيرة طرح الطائفي بل نزعنا هذا الفتيل بل أيضا لم نقع طول فترة الستة شهور لمضيناها في أي مربعات كانت تنصب مربعات طائفية كان يراد منها أن يقحم المجلس المبطل السابق أن يكون مجلس طائفي يطرح طائفي بل ينعكس أداء الطائفي على المجتمع وينشق المجتمع بين سني وشيعي وبدو يحذري ولله الحمد ولذلك دائما يقال بأن مجلس الأمة صمام الأمان فعلا إذا كان صمام الأمان بهذا الشكل يكون صمام الأمان وأيضا الصوت الواحد خفض هذه الوتيرة أنت تعرف الصوت الواحد أبعد المحاصصات أبعد الحزبيين أبعد الطائفيين أبعد أيضا الفرعيات أبعد كثير من المشهد الديمقراطي والمشهد الانتخابي والسيازي في الكويت بالعكس من حسنات الصوت الواحد أنها قوة اللحمة الوطنية من خفضة الطائفية أيضا نعول أيضا على المجلس السابق اللي كان أيضا أداء في الست شهور كان أداء بعيد عن الأجندات اللي كانت مريد نعم سؤالين في هذه الجزئية السؤال الأول يعني من يستفيد من كل هذه الأمور هذه النزعة اللي تثار بين فترة وفترة بعض المرات ما يكون فرد أو تصريح مرشح يعني مو بالضرورة نقصة شخص نتكلم بعض الأحيان تطلع عندها فقاعات وممكن ينجرف الناس وراها في الخطاب الطائفي اللي يصنف المجتمع من اللي يستفيد بالنهاية يستفيدون هذا ما تكلم إلا هو هذا صاحب أجندة أجندة أما أجندة خارجية أجندة تريد أن تمزق المجتمع تستهدف المجتمع الكويتي تستهدف أمن وإستقرار البلد هذا ما تكلم من فراغ هذا يملى عليه ووضع في هذا المكان لكي ينعق بهذا النفس الطائفي المقيت لا تعتقد أن أيضا نستطيع أن نشخص حالة هذا الشخص أو الآخرين بأن هذه حالة مريضة حالة طائفية المجتمع الكويتي الآن وعه إحنا قاعدين نشوف الحروب قاعدين نشوف الكوارث قاعدين نشوف سفك الدماء قاعدين نشوف العربي يقتل العربي والمسلم يقتل المسلم والمسلم ينحر المسلم فأيضا إحنا أيضا الشعب واعي والكل يعلم بأن الطائفية لا سمح الله أو الفتنة الطائفية ما ينجو منها أحد الفتنة الطائفية ما فيها خاسر غلبان الفتنة الطائفية الكل خسران فيها ما فيها معادلة فوز وخسارة فلذلك هذا إنسان أكثر أكثر أشخص لك وضعه أو وضع الآخرين أصحاب أجندة مشبوهة أجندات تريد أن تمزق الوحدة الوطنية وأيضا تفرق بين مكونات المجتمع الكويتي بل تريد أن تشعل الفتنة الطائفية والحرب الطائفية في الكويت ولكن فوتنا عليه الفرصة وهذا أنا أقول لك خسر الجولة قبل تاريخ 27 سبعة خسران خسران ثم خسران طيب يعني السؤال اللي في نهاية هذا الجانب وأيضا بشكل صريح هل شن الشيء الغير جيد عندما يرمز إلى عبدالله تميمي بأنه مرشح لطائفة معينة شوف يعني كما أني أنا أعتز بأني كويتي أعتز بأني أنا مسلم أعتز بأني أنا ابن الطائفة وأحترم وأعتز بجميع الطواف ولله الحمد طبعا لم أأخذ أنا ثلاث انتخابات هذه الانتخابات الثالثة يعني الأولى طبعا ترشحت ولم يحالفني الحظ والثانية أصبحت فيها نائب وأدائي أثناء ست شهور كنائب وأيضا الآن ما أسوقه وما أقدمه ولله الحمد ولله الحمد يعني برأي أيضا المراقبين وبرأي أبناء الدائرة وأبناء الكويت بشكل عام ما عندي أي تسويق طائفي ولا أيضا أضع نفسي في كانتون طائفي وأقول أنا والله موجود في هذه الخانة أنا ابن الكويت نعم ابن الدائرة الخامسة أنا قريب على مسافة قريبة مع جميع أبناء الكويت بشكل عام لا ما عندي أي نظرة فيها تمييز عنصري أو عرقي أو طائفي ولله الحمد البيئة اللي تربيت فيها والمنطقة اللي عشت فيها جيرة صحبة أصدقاء ربع أهل الكويت أهل الكويت اللي يعني يجي للآباء والأجداد على الأقل إحنا ننقل هذا الموروث ننقل هذه العادات نحاول نحافظ عليها بل نحاول أن نوسعها لذلك هذا الطائفي اللي ظهر لنا بالأمس أو الطائفي يظهر في دائرة أخرى هذولا ناس بدأوا يقردون خارج السرب وبدأوا ينعقون بطرح طائفي وأنا أعتقد أنهم احتركرتهم نعم يعني إهداعي السؤال برلماني 9 مشاريع بقوانين 17 اقتراح برغبة هذه أمور تقدمت فيها في تجربة المجلس المبطر راح نتحدث عن هذه التجربة بشكل مفصل بعد فاصل قصير لأن الكنترول والزميل المؤدي ربا بداح وأيضا المخلج على المعلم قولي لازم فاصل ومن ثم نواصل ترجمة نانسي قنقر عودة معكم مشاهدين الكرام والحديث مثل ما ذكرت قبل فاصل راح يكون عن المجلس السابق وما قدمه عبدالله تميمي في المجلس المبطل ذكرت أمور 11 سؤال 9 مشاريع بقوانين 17 اقتراح برغبة هل حقق عبدالله تميمي وعودة للناخبين هل هذا المطلوب من عبدالله تميمي هل أنت راضي عن أدائك طبعا أولا ما قدمناه بالفترة القصيرة هذه رغم صعوبة الظروف اللي كانت متاحة لنا لأسف شديد يعني ما كان كل شيء مسخر قصر المدة ست شهور لم نكمل حتى دور العقاد الماضي تم أبطال المجلس بحكم المحكمة ما قدمته طبعا ما قدمه عبدالله تميمي بشخصه أو بروحه لله الحمد معاي فريق كان يعمل أيضا هناك من كان يثريني بهذه الاقتراحات سواء بقانون أو اقتراحات برغبة أو من كان يصلي بعض الهموم وبعض المشاكل وتترجم إلى أسئلة برلمانية أو إلى تصاريح عن طريق وسائل الإعلام فلذلك طبعا ولله الحمد هو طبعا رغم كبير في فترة قصيرة البعض منه تحقق والبعض منه أصاب الهدف والبعض منه طبعا لم يتحقق بقصر المدة ولكن أيضا هناك كثير من الاقتراحات بقانون أو اقتراحات برغبة تم أيضا تم إضافتي فيها مع بعض الأخوان التي قدمت وتحققت ولذلك طبعا بشكل عام إنجازات تمت بشكل جماعي تعرف أنا نائب مستقل ليس لدي أي حزب أو تيار سياسي أو هذا ولكن أمثل نفسي كمستقل وأيضا عندي كتلة برلمانية مع كتلة برلمانية ما أعطينا الفرصة الكافية أمانتين يعني التقييم عشان قيم حتى أداء الكتلة ما أعطينا الفرصة الكاملة نتدري حتى نقيم بشكل صحي يجب أن نأخذ فترتنا ما عندنا استقرار سياسي صار لنا عشر سنوات يعني كل مجلس ستة شهور سنة سنة ونص قاعد يبطل أو ينحل المجلس فلذلك في هذه الظروف لا أستطيع يعني أو لا أقدر قصر المدة أثر كثيرا على أداكم برلمانية طبعا وهذه الاقتراحات بقانون أو اقتراحات برغبة في حال إبطال المجلس أو حل مجلس السوري أو انتهاء فترة الفصل التشريعي كل هذه طبعا تسقط ولذلك فقط تبقى شيء مشاريع القوانين الحكومية اللي تبقى فقط في اللجان مستمرة حتى مجالس أخرى ولذلك هذه تسقط ولكن لا يمنع بأن نعيد أيضا صياغتها إذا الله طبعا من علينا بالفرصة أن نكمل هذه المسيرة في المجلس القادم أيضا هذه الاقتراحات بقانون أو اقتراحات برغبة طبعا في المستقبل تتبلور إن شاء الله إلى مشاريع مستقبلية إن شاء الله أنا أطمح لها وأيضا فيه هناك كثير من الأفكار تدري الأيام تتجدد والأفكار تتجدد فيما يخص أدائكم البرلماني والكتلة البرلمانية وأشرف كثير من الأمور السؤال اللي أوجهلك إياه فيما يخص الأداء البرلماني الدور الرقابي راضين عنه في المجلس السابق شوف أولا بشكل صريح موضوع الاستجوابات أولا دور شوف تأجيل الاستجوابات أربع استجوابات أنا لم أكن راضي على تأجيلها والدليل أني صوت ضد تأجيل الأربع استجوابات هذا واحد أربع استجوابات كم ضد تأجيلها ضد تأجيلها وهذا ليس معناه أني أنا مأيد الأربع استجوابات ولكن منطلق المبدأ أني أنا أرفض تأجيل الاستجوابات حتى يعني لا أضعف هذه الأداة الرقابية هذا واحد وأيضا لقناعتي لأن لبعض الاستجوابات ما كان فيها تعسف أو شخصانية أو أجندة لذلك هذه أيضا كان شيء آخر الشيء الثاني الأداة الرقابية ليست فقط في الاستجوابات هناك أسئلة برلمانية هناك أيضا وزير لم يواجه المجلس وقدم استقالته وهو وزير النفط السابق فلذلك الدور الرقابي كان حاضر وما كان ضعيف بالشكل لهذا احنا أيضا حتى الدور الرقابي لهذا المجلس ما لا نستطيع أن أيضا نحكم عليه في فترة غصيرة لم نعطى أيضا كذلك الفرصة الكاملة لكي نقول هذا المجلس بالفصل التشريعي الكامل بأربع أدوار العقاد كان ضعيف من ناحية الرقابية أو لم يكن ضعيف لا بس ولكن تم الإشارة للمجلس المبطل السابق بأنه مجلس حكومي وقدم سك براءة للحكومة أن ستشهر إحنا إبعاد عنكم ما رح نسجمكم ما نقرب يمكم شوف هذا الحديث طرح مو علاميا أيضا داخل مجلس الأمة بتصاريح من النواب فأداء المجلس السابق هل كان ضعيف رقابيا لا شوف طبعا قلت لك بداية أني أنا كنت ضد تأجيل الاستجوابات وأيضا تضعاف هذه المادة أو هذه الأدات الرقابية ولكن أيضا لا تنسى أن فترة أربع خمس سنوات ماضية فترة كانت عصيبة على المجتمع الكويتي وكان المجتمع الكويتي في تذمر وكان المجتمع الكويتي يريد الهدوء ويريد الاستقرار إحنا لما كنا في الانتخابات الماضية كمرشحين كان يطلب مننا أن ندفع بالاستغرار وندفع بالهدوء وأيضا لا نؤجج ولا نوتر الشارع وأيضا الاستغرار مطلوب لأنه يبنى على الاستغرار كثير من الأمور ولذلك أيضا وجهة الآخرين من الأخوة النواب في المجلس المبطل السابق أيضا وجهة نظرية يجب أن تحترم يقول لك والله الشارع ليس متحمل الشارع يقول لك والله ما نبي خلال هالفترة هذه الاستجوابات إعطاء فرصة أكثر للحكومة نريد أن تدفعوا بالتهديئة بالقدر للمستطاع حتى يتم الإنجاز ولذلك أيضا لا نستطيع أن نبخس دور من دفع بتأجيل الاستجوابات حتى لا نظلم الآخرين ولكن بشكل عام هذا كان أيضا لسان حال الشارع المشهد السياسي في الشارع الكويتي قبل 2 ديسمبر 2012 كان تأجيج كان مظاهرات مسيرات اعتصامات استجوابات خطاب سياسي في تجريح كان في فجور في الخصومة كان في مطارحة بالشارع وتحت قبة عبدالله السالم نعم بشكل سياسي ولكن كان الشارع الكويتي تجاوزنا التجارب السياسي لمراحل متقدمة ولكن أستغل أيضا وجودك والسؤال اللي يطرح عليك فيما يخص المجلس السابق فيما يخص الإنجازات نعم البعض يشير والسؤال يقدم ما هي الإنجازات تسعين اتفاقية زاهبة ولا مشارع بقوانين معدة من مجلس 2009 والمجلس المبطل هل صحيح أن المجلس المبطل الأخير ما أضف أخذ أمور جاهزة ومجرد أن أقرها لا لا شوف أولا أولا بصالح من أن اتفاقيات دولية بروتوكولية بيننا وبين دول العالم بصالح من هذه الاتفاقيات يتم تعطيلها ووضعها في أدراج اللجان لجنة شؤون الداخل طبعا هذا ليس في صالح الكويت هذه اتفاقيات بروتوكولية بينك وبين دول العالم أيضا فيه اتفاقيات مهمة اتفاقية للتجار بالبشر اتفاقية غسيل الأموال وفيه اتفاقيات مهمة دولية إذا أنت ما تعقدها مع دول العالم أو ما تصدق عليها كدولة أيضا أنت تضع في خانة الدول التي تؤيد غسيل الأموال أو تؤيد التجار في البشر كانت تواكفة هذه غسيل الأموال مثلا يعني كانت تواكفة اتفاقية طبعا كانت معطلة هذه وموجودة في أدراج لجنة الشؤون الخارجية فإذن هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات وإن كانت موجودة وتم التصديق عليها هل هي تصب في مصلحة البلد ولا لا هل احنا في معزل على العالم هل احنا نستطيع أن نقول والله احنا بروحنا والعالم كيف يجب أن نبرم هذه الاتفاقيات هذا واحد أيضا مشاريع القوانين الحكومية يعني هذا يجب أن أيضا المشاهدين يعرفون هذا الشيء بأن المشاريع القوانين الحكومية وأن أتت من الحكومة لا تأتي بمزاج الحكومة بكيف الحكومة هو المجلس هو من يكيف هذا المشروع على سبيل المثال لما يأنا مشروع قانون بتجنيس بما لا يزيد عن ألفين شخص احنا خلنا أربعة آلاف إذن ضعفنا الرقم ليس بإرادة الحكومة برقبة المجلس فإذن مشاريع القوانين ما تأتي جاهزة وتملأ على المجلس وتملأ على اللجان ويثم يصوت عليها المجلس لا أبدا مشاريع القوانين إن كانت مشاريع مفيدة شل بس إن نحن نعدل فيها ونصيقها بصياغتنا أحنا كأعضاء مجلس أمة ونقدمها ونصوت عليها فلذلك هي أيضا بالإضافة إلى الإنجازات إنجازات كثيرة وإنجازات كانت تلامس الواقع في إنجازات كانت شعبية وكانت في إنجازات أيضا استراتيجية لها بعد إن شاء الله نجني ثمارها في المستقبل في المستقبل المستقبل ووضع الكويت وماذا ستقدم في المستقبل كمرشح وإذا الله وفنك الشيطة المجلس ما هو الحصيل التي تملكها المستقبل بعد فاصل قصير مشاهد الكرام فاصل ومن ثم نواصل رجعنا معاكم مشاهد الكرام ومع مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي في المجلس المبطل كيف تقيم التجربة والتعامل مع الحكومة هل كان هناك تناغم تجانس تقارب في وجهة النظر لا أبدا ما كان على مستوى الطموح هناك أسباب أمانة يعني على رأس هذه الأسباب طبعا أداء المجلس ورتم المجلس ونشاط المجلس كان أفضل وأسرع وأدق من رتم وأداء الحكومة أيضا هذا جانب الجانب الآخر أمانة وليس تقليل نحن لا نتكلم عن شخص الوزراء بقدر ما نتكلم عن أداءهم وعن دورهم وعن مسمياتهم كل وزير في موقعه هناك وزراء غير مؤهلين لأن يكونوا في مناصبهم أو يعني يتبوؤون منصب الحقيبة الوزارية تقدر تقول مثل منه أو لا تقدر؟ لا والله احترام للجميع حتى لا نجرح في أحد الكل مقدر والكل له تقدير واحترام ولكن هذا الواقع وأنا طبعا يعني من أشد المؤيدين أن يعني تقريبا أقدر أقول لك سبعين بالمئة من لون الحكومة السابقة أن يتغير في المجلس القادم لأن الهدف شنو؟ إحنا عندنا هدف هدف ننشده اللي هي الاستقرار ننشد أن تكون هناك في تعاون بين السلطتين ننشد أن يكون في إنجاز للشعب الكويتي وتحقيق الطموح من تسبب بعدم التعاون أو التجانس في المجلس المبطل السابق؟ يعني بشكل صريح المجلس المبطل السابق كان بسبب النظام الجديد والصوت الواحد وليس تقريبا من شئ اللي موجودين ولكن النظام الجديد أخرج مجموعة من المستقلين وعبدالله التمين منهم نعم يحمل فكر مستقل لذلك ما كان في جبهات نيابية تواجه بشكل كبير فشنو لحد من التعاون إذا كان كلنا أبي يفكر على حدة لا شوف يعني أمانة أولا المجلس السابق لربما يعني يتميز عن المجلس السابقة المجلس السابق ما كانت هناك تمارس أجندة كما تمارس أجندات سابقة في مجلس الأمة تدري المجلس السابقة كانت أجندات خارجية أجندات متنفذين أجندات حزبية سواء أحزاب داخلية أو خارجية كان كل أجندة لها مسخرة لها مجموعة من نواب يمارسون دورهم تحت قبة عبدالله السالم ولذلك ما كان في المجلس السابق ما كان فيه صراعات وألادي من خارج القائد أبدا أبدا يعني شوف المتنفذين ما كان لهم دور الأقطاب اللي كانوا يتصارعون في البلد ما كان لهم دور تحت قبة عبدالله السالم أيضا قوة إقليمية أو خارجية ما كان لها دور أحزاب سياسية تريد أن سواء أحزاب من تنظيمات ثورات العربية أو ثورات الأخرى ما كان لها دور الفعلا كانت لدينا أجندة وحدة أجندة وطنية أجندة الكويت هي اللي كانت موجودة على طاولة المشرع في المجلس السابق وهذا بالدليل وبالشواهد إذا واحد كان يعارضني أو يخالفني الرأي ليثبت عكس كلامي أنه كانت هناك أجندات بالعكس ولذلك هذا من هو هذا سر فرض الاستقرار في الشارع الكويتي المجلس مستقر والمجلس ما فيه من يشوش عليه ما فيه من يحركه من الخارج ما فيه من يسخر له بعض النواب طبعا فيه شطحات احنا مجتمع بشر ما احنا مجتمع ملائكة فيه من يشطح بتصريح فيه من يشطح بموقف ولكن الخمسين نائب الأغلبية العظمى فيها ناس كانت تطبق أجندة وطنية بامتياز وكانت تطرح طرح وطني بامتياز وأيضا أيضا ما عانت وبعض المرات من المناوشات وأيضا يعني في وسائل الإعلام تم نشرها بعض الشدو بعض الأحيان ويعني متكرر أو هي بداية لعودة الحالة السياسية المتأزمة في السابق شوف كان يصير شد بين نوع يصير بس شوف بالبيت الواحد بين الأخوة بين الأصدقاء بالدوانية بين العائلة يصير هذا المشاهدات هاي مسألة باديهية طبيعية لكن احنا خنقيسها بالنسبة مع المجالس السابقة خنقيسها هل هذه أثرت على الشارع أم لم تؤثر كنا نحتويها ولا ما كنا نحتويها أو كنا نعطي نعطيها لها أبعاد أخرى تؤثر على الشارع معادلة مهمة احنا كنا ننفذها خلال المجلس السابق اللي هو ما كنا نجر الشارع لأي قضية ممكن ينعكس على الشارع بالسلم بل بالعكس الشارع متى ما كان الشارع الكويتي خول هذا المجلس وخول الخمسين نائب أن يمثلونهم يكونون نواب عنهم كلمة نائب ماذا تعني كلمة نائب النائب من هو ينوب عن الشعب نزيل فلما خلينا الشعب في منأة عن أي أمور بل خلينا يشاهد المشهد السياسي ويراقب ويقيم ما خلينا نجره في اعتصامات نجره في مظاهرات نجره في اقتحام مؤسسات دولة ما كنا نجره في أن يطرح أو يلفظ ألفاظ أو يتعرض لرجال الأمن أو يعرقل أو يزعزع الأمن كنا نحتوي كل قضايانا تحت قبة عبدالله السالم وضمن أروقة مجلس الأمة وفي لجان مجلس الأمة لذلك أصبح الشارع مستقر أيضا عدم تنفيذ أجندات مشبوهة كانت تضر الشارع الكويتي وكانت تنعكس بالسلب على الشارع الكويتي ما كانت مرفوضة كل هذه الأجندات مزغناها ورميناها في البحر وفرضنا أجندة الكويت أجندة وطنية مصلحة الكويت ومصلحة الشعب الكويتي نعم دائما ما يتم الانتقاد من الحكومة من مرشحين من النواب بشكل كبير قال لهم علي في فترة الانتخابات شكل الحكومة اللي ترضي عبدالله التميمي ما بيتكلم عن الجفاة النيابية الأخرى أنت كشاسك عندك تجربة نيابية ومرشح حاليا شنو شكل الحكومة اللي يرضيك شوف أولا أنا تهمني أن تكون هناك حكومة متجانسة وحكومة تعمل كتيم واحد كفريق واحد متضامنة احنا للأسف الشديد أكثر الحكومات اللي مضت تجدها متضامنة فقط في قضايا الاستجواب ولكن في القضايا اللي تهم مصلحة البلد والقضايا الاستراتيجية والمهمة والقضايا الخدماتية وقضية التنمية والملفات الأساسية والمهمة ما نجد تيم نجدها فقط في الاستجوابات فعلا نجدها تيم يعمل وينشط لكي يتجاوز الاستجواب أو يتعدى هذه المرحلة نعم أما الحكومة القادمة نريد حكومة فعلا ناس أصحاب مسؤولية ناس فعلا ليست لديهم أي أبعاد سياسية لا تصب في المصلحة العامة نريد ناس تقدم المصلحة العامة أو مصلحة البلد على جميع المصالح نريد حكومة تعمل كفريق واحد نريد حكومة تلامس طموح الشارع الكويتي وهموم الشارع الكويتي ورغبات الشارع الكويتي نريد حكومة أن تعيد الكويت على مصاف دول المنطقة لا تكون الآن الكويت في مؤخرة دول المنطقة ولذلك هذه الحكومة من متى ما توفرت ولكن في مسألة مهمة أيضا ومعادلة مهمة جدا نحن دائما ننظر إلى الحكومة وننظر إلى الوزراء أيضا هناك موضوع مهم جدا وهم قيادات الدولة القيادات هم أيضا هم الشركاء الأساسيين وهم الفاعلين على أرض الواقع بأن يديروا دفة مؤسسات الدولة كل مؤسسات على حد ذاتها نحن للأسف الشديد في الكويت أيضا عندنا قيادات يعني بشكل كبير غير مؤهلين أن يكونوا في مناصبهم هنا قيادات تبوأوا مناصب قيادية لا يستحقونها أتوا بالمحسوبية أتوا بالحزبية أتوا بالمحاصصة أتوا قيادات فرضت نفسها لمصالح أخرى ولذلك نحن أيضا عندنا مشكلة في القيادات أنا أقول لكل وزير سواء وزير حالي أو وزير قادم إذا لم تكن بطانتك بطانة صالحة ولم تكن بطانتك بطانة منتجة أنت لن تكن وزير صالح ولن تكون وزير منتج طيب نعم هذا فيما يخص الحكومة أنه عندي بضعة دقائق هذا ما يخص الحكومة وماذا يجب أن تكون علي الحكومة في المستقبل ولكن السؤال قبل الأخير وأيضا بشكل مختصر ماذا يحمل عبدالله التميمي في المستقبل لناخبي شوف أنا طبعا الهم والهاجس اللي موجودة الآن عندي هو الاستقرار السياسي لأن الاستقرار السياسي يبنى عليه كل القضايا في ظل عدم وجود استقرار السياسي إحنا من 2003 إلى 2013 عشر سنوات ما عندنا مجلس استكمل مدة القانونية أو مدة المحددة اللي هي أربع سنوات أو أربع فصول دوار انعقاد في فصل تشريعي واحد للأسف الشديد عدم الاستقرار السياسي يعرق الكثير من الأمور يعطل كثير من الأمور على سبيل المثال للحصر موضوع التنمية التنمية تحتاج إلى ثلاث عوامل أساسية تحتاج إلى الوفرة المالية طبعا مش تحتاج إلى المال تحتاج إلى وفرة مالية وهذه متوفر لله الحمد في الكويت وتحتاج إلى خطة تنموية واضحة ذات رؤية مدروسة وتحتاج إلى استقرار سياسي لا يمكن أن نتحدث عن تنمية أن لم تتوفر في هذه الثلاث شروط الأساسية على سبيل المثال إذا قلنا و الله عندنا وفرة مالية و عندنا خطة تنموية ولكن ما عندنا استقرار سياسي هل تمشي عجلة التنمية أبدا ما تمشي إذا قلنا عندنا استقرار سياسي و عندنا خطة تنموية و ما عندنا وفرة مالية هل تمشي أيضا 챙شي فإذن هذا المثلث أو هذه الأضلاع الثلاثة المهمة الرئيسية هي أساس عملية التنمية في الكويت أنا أعتقد وكانت هذه أمنيتي أن الدور العقادة القادمة للمجلس السابق المبطل أن يكون جل اهتمامه على أولوياته الأولى هي موضوع التنمية ودفع عملية التنمية ولكن للأسف الشديد أبطل المجلس السابق الآن مقبلين على انتخابات التنمية هي الأساس التنمية بشقينها التنمية المشاريعية والتنمية البشرية لا أن نكون فقط في المشاريع وننسى الجانب الأساسي والأهم أنا أجد أن التنمية البشرية هي أهم من التنمية المشاريعية نعم الكلمة الأخيرة متفائل ماذا توجه إلى الناخبين هل هناك فتور بسبب الأجواء الرمضانية وأيضا هذا التأزيم وعدم الاستقرار السياسي اللي أنت ذكرته يعني ماذا تلمس في الناخبين والرسالة التي تقدمها طبعا يجب أن أكون متفائل والكويت تستحق مني أن أكون متفائل التفائل الانهزامية والإحباط والنفور أنا أعتقد هذه أعطيت الفرصة لمن لا يريد أن تستقر الكويت وأن تتقدم الكويت وأن تزهر الكويت ولكن متى ما كنا جادين متى ما كنا طموحين متى ما كنا مصرين على أن الكويت تتقدم الكويت تزدهر أنا أعتقد يجب أن أتفائل يجب أن أتحمس يجب أن أكون بتاريخ 27 سبعة أول الحاضرين إلى صناديق الاقتراع وأصوت للكويت الكويت هي التي تريدني في ذاك التاريخ هذه مسألة طبعا شهر كريم شهر فضيل أنا أعتقد بالعكس بالشهر الكريم يجب أن نكون كرماء للكويت ونعطي الكويت صوتنا في ذاك اليوم وهو صوت واحد أنا أعتقد أن نتائج يجب أن تكون أيضا نتائج الانتخابات نتائج كريمة في تاريخ 27 سبعة التي تحقق طموح الشعب الكويتي يجب أن يذهب بالصوت لمن هو جاد وصادق لخدمة الشعب الكويتي نعم نعم في مسألة مهمة تفضل أيضا تحدثنا فيه في الشق الأول من هذه الحلقة اللي هو المال السياسي أنا واثق تماما ومطمئن تماما سواء أخواني وأخواتي في الدائرة الخامسة أو في دوائر أخرى بأنهم إن شاء الله سوف يخيبون ظن هؤلاء خفافيش الظلام أصحاب الجنات المشبوهة سوف إن شاء الله في تاريخ 27 سبعة يصوتون لقناعاتهم يصوتون لأنه هو صوت واحد راح يصوتون لمن يستحق وأنا أعتقد تماما لأن المشاركة راح تكون كبيرة جدا لربما تفوق الـ 65% في الانتخابات القادمة وهذه أنا متأكد منها إن شاء الله وإن شاء الله راح نواجه المشاهدين في هذه النسبة اللي راح تفوق الـ 65% ولكن كلمة أخيرة أحب أقولها قبل الختام أنا ألتمس العذر لكل أبناء الدائرة الخامسة أخوان وأخوات إذا ما استطعت في هذه الفترة القصيرة أن أتواصل معهم للأسف الشديد قصر المدة إحنا في شهر فضيل صحيح والمناسبات والغيات والغيات وغيرها الوقت لم يسعفنا أن نتصل معكم ونتواصل معكم ولكن ثقوا تماما أنكم في قلوبنا ثقوا تماما أنكم هاجسنا وإن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا الله أن نلتقي معكم في أغرب فرصة وإن شاء الله ندعوكم بتاريخ عشرين سبعة يوم السبت القادم إلى ندوتنا اللي راح نقيمها في مقرنا الانتخابي عند أسواق القرين ندوة تحت تحت مسمى الاستقرار ثم التنمية وشكرا نعم نعم يعني مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي شكرا جزيلا لك ونتمنى أن تكون هذه الرسائل والقيم والدعوة والتفاعلة المشاركة تكون قد وصلت للمشاهدين جميعا شكرا مرة أخرى شكرا لكم مشاهدين الكرام في كل ما قلتها أمس برد عيدها اليوم بما أن الحديث دائما يكون على المال السياسي طبعا نحن ما انتهينا الحلقة مستمرة ولكن ما راح أتكلم عن أبنائك ومستقبلهم ما راح أتكلم معاك عن عيالك شو ما راح أسلم معاهم بس أقول لك إذا تبيع صوتك هو أمر راجع لك وأنا راجع لي أقول عنك أنت شخص يعني لا تستحق الديمقراطية أنت شخص تريد أن تعيش في زمن العبودية ولا تريد أن تملك قرارك مشاهدين الكرام مستمرين معكم والزميلة سميرة عبدالله المتألقة مع مرشح الدائرة الثالثة يعقوب الصانع بعد الفاصل أهلا بكم بالجزء الثاني من حلقة الليلة من برنامج أمه 2013 وسنقضي هذا الجزء مع مرشح الدائرة الثالثة السيد يعقوب الصانع وعضو المجلس المبطل أهلا وسهلا فيك يا مرحبا فيت أهلا فيت بطرح عليك السؤال الأول بصفتك رجل قانون قبل لا تكون مرشح اليوم حددت المحكمة الإدارية جلسة الثالث والعشرين من الشهر الجاري للنظر فطعون المقدمة بالشأن مرسوم الدعوة للانتخابات أنت كرجل قانون هل أنت يعني متطمن لإجراءات الدعوة للانتخابات نعم أنا يعني ذكرتها في أكثر من لقاء سابق وذكرتها حتى في الدواوين أنا مطمئن جدا من صحة إجراءات الحكومة لا سيمة أن هناك قسمين معروف أن هناك قسمين قسم تقوم في السلطة التنفيذية أمام صاحب السمو بصفتها السلطة تنفيذية وهناك قسم آخر تقسم فيه الحكومة بصفتها عضو في مجلس الأمة ما وأن صدر حكومة بأبطال مجلسنا السابق فينعقد اختصاص السلطة التنفيذية في القسم اللي أقسمته الحكومة ولذلك أنا أعتقد بأن مآل هذه الطعون أما عدم الاختصاص أو عدم القبول أو الرفض نعم وأي حكومة هي التي يعني أصدرت مرسوم الدعوة والانتخابات أي حكومة الحكومة المحلل بها الوزيرة الرولد دشتي أن ذكرى رشيدي نعم هذه يعني دايما هناك لبس في هذا الجانب في غيبة المجلس وفي وجود الدعوة للانتخابات خلال فترة الستين يوم حسب نصر مادة 107 الفقرة الأخيرة لا شك بأن المسألة لا تعد صحة انعقاد الحكومة مرتبطة في المجلس لأن المجلس تم أبطاله وهناك دعوة للانتخابات وبالتالي السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة ينعقد اختصاصها فقط التنفيذي وبالتالي لا مناص في الإدعاء بأنه يجب أن يكون هناك وزير محلل الوزير المحلل لا يكون إلا بوجود مجلس المجلس الآن تم أبطاله وهناك دعوة للانتخابات وبالتالي الحكومة تقوم بواجباتها وتتطلع في واجباتها من خلال قسمها التي أقسمتها أمام صاحب السمو وبالتالي لا حاجة لأن يكون هناك وزير محلل بغيبة المجلس نعم الآن نسمع التذمر هنا وهناك من إبطال مجلسين من المواطنين فرضا لو افترضنا بأن المجلس القادم سيبطل أيضا بسبب خطأ إجرائي ما هو إنعكاس هذا الإبطال المتكرر على الحالة السياسية في الكويت؟ لا شك بأن هناك إحباط من قبل المواطنين والناخبين والناخبات بأي حال من الأحوال لأن هناك مجلسين خلال فترة أقل من سنة أبطلوا وبالتالي شيء طبيعي تكون هناك نتيجة إحباط لكن أنا أدعو الناس إلى التفاؤل لأن بالوقت الذي تم أبطال مجلسين بما فيهم مجلسنا السابق كانت هناك ذراع كبيرة استخدمتها المحكمة الدستورية ومبادئ دستورية كبيرة مدت ولايتها لسلامة الإجراءات التي تصدرها السلطة وهذا أمر محمود كانت في السابق المحكمة الدستورية تتبنى دائما نظرية السيادة تتبنى دائما نظرية الموائمة السياسية للسلطة التنفيذية الآن متغيرات المحكمة الدستورية تدعو إلى أن نرفع القبعة لها لأن المحكمة الدستورية مدت ولايتها وبسطت رقابتها على مدى سلامة هذه الإجراءات وبالتالي أنا لست من من يقول بأن هناك أخطاء من جانب الحكومة أو من جانب إدارة الفتوى التشريع في هذا الجانب لأن المحكمة الدستورية هي من غيرت تلك المبادئ إلى مزيد من الحريات مزيد من بسط رقابتها وآية ذلك في الحكم اللي فيه أبطل المجلس الأول كانت بمناسبة إجراءات باطلة تعارض مع الدستور وبالتالي تم أبطالها وتدخلت المحكمة الدستورية وهذا مبدأ دستوري جديد انتهجته في مجلسنا المبطل الأخير هي مدت رقابتها على ما إذا كانت هذه المراسيم تعد ضرورة من عدمه وأبطلت المجلس لأن مرسوم إنشاء اللجنة العليا للانتخابات بوجهة نظر المحكمة الدستورية لا يعد من القوانين التي تستوجب الإسراع بإصدار مرسوم بغيبة المجلس كان يعني دعيني أفتخر نوعا ما في الجلسة الأولى وفي البرنامج الانتخابي اللي قبل ستة أشهر وعت الناخبين والناخبات وعت حتى الإخوان المقاطعين بتقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية لمعرفة ما هي معايير وما هي ضوابط مفهوم مرسوم الضرورة حتى يكون تحت بصر وبصيرة السلطة التشريعية وتحت بصر وبصيرة السلطة التنفيذية لنعرف كيف بعد ذلك كيف تستطيع السلطة التنفيذية أن تصدر هذا المرسوم في غيبة المجلس هل هذا يعد من الضرورة من عدمه لكن قدر الله ما شاء طلب التفسير لم يأخذ صداه في مجلسنا السابق لأنه بوجهة نظرهم بأنه لا حاجة لمثل هذا الطلب لكن أنا يقول من منبر الراي لازلت مصر على تقديم طلب التفسير مرة أخرى لمعرفة ما هي الضرورة بمفهوم المحكمة الدستورية لا سيمة سميرة أنه اليوم عندنا مراسيم كثيرة مرسوم الشباب والرياضة مرسوم الشركات مرسوم مراسيم كثر كانت السلطة أصدرتها والآن قرها مجلسنا المبطل ممكن تكون عرضة للأبطال وبالتالي كيف نستطيع أن نتوخى الحذر والحيطة في المراسيم القادمة إلا من خلال مذكرة تفسيرية أو قرار تفسيري من المحكمة الدستورية يشرح ما هي مفهوم مراسيم الضرورة وفق المادة 71 من الدستور سنخرج بأول فاصل بهذا الجزء وسنعود لكم ترجمة نانسي قنقر مستمرين معكم ومع مرشح الدائرة الثالثة السيد يعقوب الصانع الناخبين في الدائرة يتساءلون ما الذي قدمه يعقوب الصانع في المجلس المبطل الأخير ما هي الإنجازات أشكرت على هذا السؤال يمكن أنا كنت تقدمت ببرنامج وكنت أقدم وعد فقط الآن يمكن الناخبين والناخبات شاهدوا كيف نفت جزء كبير من برنامجي الانتخابي ووزعت كتيب بأكملة عن الأنجازات التي قدمتها سواء اقتراحات بقوانين أو اقتراحات برغبة أو أسئلة برلمانية إلى آخر هذه الأمور أو حتى الجوانب الرقابية مثل استجوابات إلى آخر هذا الموضوع يمكن أنا وضعت لي استراتيجية خاصة فيني لما وجدت أن الحكومة ما عندها القدرة على تنفيذ برنامجها ووجدت بأن الحكومة غير جادة في حل كثير من الأمور اجتهت بمجهود فردي ووضعت استراتيجية خاصة حطيت جانب من القوانين سميته تجفيف منابع الفساد وضعت اقتراحات بقوانين أخرى تتعلق في المشاكل التي نعاني منها مثل قضية الصحة مثل قضية الإسكان مثل قضية البطالة ومثل هذه الأمور وضعتها على سبيل المثال فيما يخص تجفيف منابع الفساد قدمت اقتراح بقانون بشأن استقلالية القضاء قدمت اقتراح بتعديل قانون دوال محاسبة بأن يكون دوال محاسبة لدى له الذراع الطولة للإحالة إلى جهات التحقيق يعني إذا كانت هناك جريمة وجبة على دوال محاسبة الزامن عليه أن يحيلها باعتبار أنه هو الجهة الفنية التي لديه المكنة من خلالها حتى نستطيع أن نقول إذا قدم هذا الشخص أو هذا المسؤول سواء وزير أو وكيل وزارة أو أي مسؤول في الجهات الحكومية هو الذي كديوان محاسبة يستطيع أن يشرح لوكيل النياب وبالتالي نستطيع من خلالها أن نرى مسؤول كبير خلف القضبان قدمت أيضا بذات هذا القانون أن يكون مفتش دوال محاسبة أن تكون لديه صفة الضبطية القضائية يعني عندما يشاهد جريمة يستطيع أن يقوم بتحريزها أيضا إلى متى تكون لدينا إدارة الفتوى التشريع إدارة صغيرة تتبع مجلس الوزراء كل الدول على المتحضر هناك مجلس قضاء الدولة مثل فرنسا أيضا قدمت مثل هذا الاقتراح لا توجد لدينا نيابة متخصصة نيابة إدارية وكلنا نعلم مدى الأخطاء الجسيمة التي ترتكب من قبل الموظفين ولا وجود لسياسة الثواب والعقاب والتجاوزات وبالتالي قدمت اقتراح بقانون بإنشاء النيابة الإدارية أيضا قدمت اقتراح بقانون بفصل الأدلة الجنائية والطب الشرعي عن وزارة الداخلية وألحاقها في مجلس القضاء باعتبار أن مثل هذا عمل من أعمال القضاء وليس عمل من أعمال الداخلية كل هذه تتعلق في محاربة الفساد ومكافحة الفساد باستراتيجية معينة وضعتها فيما يخص قضية البطالة وجدت بأن هناك أعداد كبيرة من الشباب والشابات منتظرين حتى يستطيعون أن يلتحقون بالعمل الحكومة تدعي بأنها تفتح المجال للقطاع الخاص لا وجوده للقطاع الخاص للأسف هناك بطالة مقنعة هناك قطاع خاص يرفض الكوادر الوطنية للأسف الشديد ولا وجود لخطة استراتيجية من قبل الحكومة قدمت اقتراح بقانون بإلزام ديوان الخدمة المدنية بتعيين طالبي التوظيف بمدة أخصاها ستة أشهر مع الجهات ذات الصلة ومع أيضا إلزام ديوان الخدمة المدنية بسياسة الإحلال نسينا سياسة الإحلال للأسف الشديد كل الدوائر الحكومية نجد أن هناك عقود خاصة لا تدخل في النسبة قللت النسبة وألزمت ديوان الخدمة المدنية بسياسة الإحلال وتقليلها من 30% إلى 20% مع منع أي شيء اسمه عقود خاصة مشكلتنا العقود الخاصة مع الوافدين تجد أن لو دخلنا الإحصائية العقود الخاصة لبلغت عدد أعداد الوافدين في الإدارات الحكومية ممكن تصل إلى 40% أو 35% وهذا أمر غير مقبول يعني هذا بشأن الإنجازات يعني عبارة عن مقترحات بالإضافة إلى في موضوع القضية الإسكانية أيضا تقدمت بقانون وقلت إلى متى اليوم خلينا نوقف الهدر لازلنا نعطي أراضي قريبة من دومين المدينة إلى القسائم الصناعية أو الجواخير أو القسائم الزراعية في حين أن لا زال طالب ومنتظر الإسكان ينتظر في ظل مثل هذه الظروف والأراضي بدلا من أن تعطى الأولوية له تعطى إلى الجواخير والقسائم الصناعية وإلى آخر هذه المسألة فوضعت وقلت كفى يعني ما فاتنا من إعطاء مثل هذه المناطق وإعطاء يعني جواخير الآن صارت قصور وقسائم صناعية للأسف تؤجر من الباطن للأجانب ويعني الشاب والمواطن الكويتي ينتظر هذه المسألة وكثير من القوانين التي تقدمت فيها يعني لا حصر لها في هذا البرنامج لكن أنا قدمتها ويعني أستطيع من خلال هذا البرنامج أقول قد عملت كتيب بأكملة في كل القوانين التي أنا تقدمت فيها والاقتراحات برغبة والأسئلة البرلمانية وحتى الاستجواب نعم وماذا عن استجواب صفقة الدو كيف تبرر هذا الاستجواب للناخدين يعني يكفيني شرف أن هذا الاستجواب الوحيد الذي وجد صداه أمام زملائي النواب وتم تأييدي من الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمة لدرجة أن الحكومة هددت برفع كتاب عدم التعاون ومع ذلك أعضاء مجلس الأمة وقفوا وقفة رجل واحد بالاعتبار أن محور الاستجواب المتعلق في الكيداو محور حقيقي ليس استجواب شخصاني ليس لأي علاقة في الوزير السابق الذي قدم استقالته سوى سؤال واحد لم يستستطع حكومة بأكملها أن ترد إرادا وردا على مثل هذا الاستجواب وهو يتعلق في الوقت الذي هناك تقرير من إدارة الفتوى التشريع تقول يا حكومة لا تدفعون المبلغ الملياري وأن هناك مجال كبير لأبطال حكم التحكيم الدولي ومع ذلك للأسف الشديد قرار دبر بليل فوجئنا كلنا وفوجئ المجتمع الكويتي بأسرة بأنه تم سداد مثل هذا المبلغ وآية ذلك أنه حتى كتب إقرار من قبل الحكومة ومن قبل اللجنة بعدم الرجوع وبعدم مطالبة شركة الكيداو وشركة الداو كيميكلز للأسف الشديد بأي مطالبة قادمة هذا الأمر أليس يستحق مثل هذا الاستجواب على حد تعبير وأيضا لا أكتفي في مثل هذا الاستجواب حاليا وأنما أقول وأوعد المشاهدين بأن ستكون هذه قضيتي الأولى لكشف أسباب مدى تداعيات مثل هذه الأسف وسنتحدث بعد هذا الفاصل عن القضايا التي أعطيت لها الأولوية في برنامجك الانتخابي فاصلوا مشاهدينا وسنعون مستمرين معكم ببرنامج أمة 2013 ومع مرشح الدائرة الثالثة السيد يعقوب الصانع أنت خلال فترة عضويتك بالمجلس المبطل كنت من المعارضين لقانون إسقاط فوائد القروض رغم ذلك تقدمت باقتراح وأنت من أكثر النواب الذين تقدموا باقتراحات نوعية حسب أكثر الاستبيان والأكثر التزاما بالحضور قدمت هنا اقتراح بأن ترجع البنو قيمة 4% للمواطنين من قيمة الفوائد الغير قانونية اليوم يتداول هذا الاقتراح إلى ماذا يهدف هذا الاقتراح هذا سؤال جدا وجه أشكرت علي سميرة كنت يمكن تعرضت لنقد الناس ما فهمت شنو اللي أنا أقصده أنا قاعد أقول يا جماعة اليوم القانون الحالي المستفيد الأول هم البنوك نعم الآن لما قمت أروح أغلب الدواوين يشكروني على الإضافة اللي أنا ضفتها الخاصة في أن الزام البنوك برد غير المستحق في الفوائد التي تزيد عن 4% فوق ساعة الخاصة كانت المشكلة بالفترة ما بين 2000 حتى 2008 عندما ارتفعت الفايدة البنوك استغلت هذه الفرصة وأخذت مبالغ تزيد عن المسموح في البنق المركزي عن 4% فوق سعر الخاصة وفي نهاية المطاف صدر قرار من محافظة البنق المركزي برد غير المستحق لكن كان هذا القرار بخجل وما طبق على كل البنوك فقلنا يا جماعة يا أخوان أنتم قادمين اقتراحات هذا الاقتراح صندوق الأسرة بطريقته الحالية المستفيد الأول هو هم البنوك اللي ما عندهم سيولة وبالتالي انت خدمت البنوك ما خدمت المواطن هناك آلية أخرى نستطيع أن نقدمها لكن طبعا كانت الأغلبية هي السائدة في هذا الموضوع حاولت أني أوضح بأن هناك أخطاء كبيرة تتعلق مثلا على سبيل المثال في كيفية احتساب أصل الدين واحتساب الفائدة خاصة أن هناك مبالغ كثيرة قدمت يعني دفعت من قبل المقترض وبالتالي الآن لا مناص لإعطاء هذه البنوك هذه المبالغ الكبيرة من الدولة ورغم أن أصل الدين تم يمكن سدادة إذن أنت لست ضد إسقاط فوائد القروض أنت ضد الآلية ضد الآلية والآن أغلب من يخضع لهذا القانون بالفعل علم تماما بوجهة نظري أنها كانت وجهة نظر صحيحة لذلك حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه قدمت اقتراح الاقتراح أنت أنا وزملائي أيضا في كتلة المستقبل لكن أنا كتبته يتداول بأنه مقدم من بعض المرشحين لا مو صحيح يمكن أنا ومع الأخ نوافل بزيع مع يعني إحنا الأثنين اللي تقدمنا بهذا الأمر وهذا يعني ناضلنا من أجل تثبيت مثل هذا الاقتراح وبالفعل تم إضافته وهذه الإضافة هي الوحيدة اللي نفتخر فيها يمكن هذه الإضافة الجيدة اللي تستطيع أن يكون المقترض في حالة أن هناك مبالغ زادت عن 4% فوكسر الخصم يستطيع أن يلزم فيها البونك برد غير المستحق في حالة تقاعس البونك المركزي في مثل هذا الموضوع جازة للمقترض أن يستفيد من هذا القانون برفع دعاوة وبكل أريحية سيكسبها إن شاء الله نعم ماذا ستقدم أيضا من الإنجازات في حال إذا وصلت إلى الكرسي الأخضر؟ يعني بأمانة أنا اليوم قدمت اقتراحات بقوانين لم ترى الغالبية منها لم ترى النور لأنه قصل المدة وإبطال المجلس سأناظل لتحقيق هذه الاقتراحات بقوانين اللي أنا تقدمت فيها واللي أساسا غالبية الاقتراحات هذه حازت إعجاب اللجان سواء اللجنة التشريعية أو اللجان الأخرى لأنه يعني أفتخر بأني لم أقدم قوانين كوبي بست قديمة كل القوانين اللي أنا قدمتها أو الغالبية العظمى منها قوانين أنا قدمتها أو الناخبين نفسهم المتخصصين اللي لديهم الخبرة والمكنة الفنية تم تسليمها لي ويزيدني فخر أني أنا دائماً أتواصل مع الأمة وأتواصل مع الناس وأخذ منهم أفكار ويزيدني شرف أني أنا أخذ هذه الفكرة وفي أحيان كثيرة أقول أن هذه الفكرة كانت من زيد أو عبيد ممن قدمها لي في حال يعني الآن البعض يرى بأن المستقبل هو مستقبل مجهول ومظلم وأنت وضعت شعار لحملتك الانتخابية تقول فيه أنتم من يصنع المستقبل كيف ترى هذا المستقبل برأيك؟ نعم أو بعينك كيف ترى هذا المستقبل؟ يعني الشعار اللي وضعته طبعاً أنا عندي شعارين الشعار الأول للقانون هيبة باعتبار رجل قانون ومحامي وأؤمن دائماً بأن الحل الوحيد هو تطبيق القانون بمصدره واحده وفق قواعد العدالة الاجتماعية وهذه اللي إحنا نفتقدها والسلطة تفتقدها أنتم من يصنع المستقبل أنا أقول فيها يا جماعة الموضوع ليس فقط عضو مجلس أمة يستطيع أن يعطيك القمر بيد والشمس بيد وليس أيضاً حكومة تستطيع إنما شعب بأسرة هو من يستطيع أن يضع يعني العربة في سكتها الصحيحة أنا أقول اليوم الحد الأدنى إذا كنا أنا أتمنى أن يكون المجتمع الكويتي يكون إيجابي عنده ثقافة الإيجابية أن يطالب بإصلاح سياسي بإصلاح تنموي بإصلاح اجتماعي وهذه المرتكزات هي التي تطلع ناس أعضاء مجلس الأمة صالحين حكومة تحاسب من قبل مجتمع قبل أن يكون من قبل أعضاء مجلس الأمة لذلك أقول الحد الأدنى يا جماعة لا نكون سلبيين لكن على الأقل الحد الأدنى أن نحصل الاختيار فأنتم من يصنع المستقبل اليوم نتشكه دائماً ونقول هذا المجلس في جيب الحكومة وهذا المجلس في كذا وهذا المجلس ما فادنا لذلك في الوقت الذي ننتقد فيه الحكومة بأنها تمارس سياسة المحاصصة والشلالية واختيار بعض الأسماء حتى وإن كانت من الكفاءات لكن تتبع بعض المتنفذين أو تتبع بعض القوة السياسية أيضاً علينا أن يكون اختيارنا سليم لا يجب أن يكون الاختيار مبني على أساس محاصصة على بناء على عائلة أو قبنية أو في أوية أو قبل لذلك أنا أقول اليوم نحن علم حك بدل الإحباط الذي صابنا خلنا نطوي صفحة من الماضي ونفتح صفحة جديدة ونتفائل وتعطون فرصة للشباب تعطون فرصة ممن يعمل بأمانة أنا وضعت لي مدرسة خاصة فيني أنا دائماً أقول إذا كثروا الجدل قل العمل لذلك فرصة طيبة أن نعمل ونشتغل اليوم ملينا من مسألة التجريح ملينا من عملية المساس بأشخاص معينة ملينا من استخدام الطرح الطائفي والفئوي والعنصري وعلى حساب تقليب الجماهير وصعود أرقام الناخبين أو صعود الأرقام لهذا المرشح أو ذاك المرشح ليش ما نبني مدرسة جديدة؟ مدرسة العمل العمل أنا ما أقصده فقط في التشريعات العمل حتى في الأداء الرقابي في أصول ممارسة برلمانية حقيقية حتى اليوم وأعطيت مثال لما تقدمت أنا باستجوابي للأخ معالي وزير النفط السابق الكل يعلم من زملائي النواب أني أنا كنت أكل كل تقدير واحترام لكن أنا تكلمت في استجواب عن قضية محددة تتعلق عن واقعة محددة إذن ابتعت عن الشخصانية هل أنت متفائل بتخطي الناخب الكويتي الظروف الراهنة لهذه الانتخابات يعني من مقاطعة من صوم حر؟ يمكن في الوقت الذي كان فيه إحباط أنا أشكر الأخوان في الحكومة أن تصريحاتهم فيها تفائل وتأكيد بأن المجلس القادم لا يوجد فيه بطلان وأنهم استعانوا بخبرات جديدة وخبرات كبيرة وهذا أمر يدعو للتفائل ويعني من خلال قبل هذا اللقاء أنا مريت أكثر من ديوانية كانوا يعني مبسوطين من هذا الجانب ومتفائلين بأن المجلس القادم لن يعني يبطل لأن الحكومة اتخذت كل المجرعات الحال معي الآن أقل من دقيقة في معركة الرئاسة القادمة ستصوت لمن؟ بأمانة يعني هذا سؤلت فيه أكثر من سؤال اليوم مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ومصلحة الوطن تختضي منه أن لا أفصح من الآن وأنا ما أعلم من هم الذين سيعلنون للرئاسة الآن يمكن هم من الآن أعلنوا يعني سيد عبد الراشد ناصر المري عبد الله الرومي ناصر المري أول مرة أسمع شوفوا بهذا الخبر لذلك يمكن البورصة تزيد يمكن الأعداد تزيد لذلك اليوم مهم جدا أن يعني هذه إجابة دبلوماسية لا لا بأمانة كلمة أخيرة للناخبين في الدائرة يعني للدائرة الثالثة دائرة الثالثة أقول لهم الله يخليكم لا تفشلونا اختاروا صح والله العظيم ما أقصد عني أنا أن يتعالوا اختاروني لا بس اختاروا صح كل الي أقوله شذيه يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال الدائرة الثالثة يعني تتسم بأنها من الممكن أحد يشتريها لا أهل الكويت جبلوا على الكرامة ورفعوا الراس وبالتالي أنا أعتقد اليوم أنتم على المحك لا أحد يضحك علينا ونصل يصل أشخاص يستخدمون المال السياسي السيد عقوب الصانع شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وحلقة جديدة من برنامج أمه 2013 غدا نلتقيكم شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة